موسيقى ازايكم حبابي عاملين ايه؟ يارب تكونوا بخير وسحة وسعادة يا موليد بورج الدالو بورج الدالو كل السنة وانتو طيبين صهر عيد ميلادكو صهر فبراير النهاردة انساء الله معاد الاراية العامة بتاعتكو هتكون عن المال والعمل والصحة والعاطفة والدراسة وكل حاجة هنتكلم عنها بالتفصيل يارب سنة سعيدة عليكو ان شاء الله وشهر ميلاد سعيد عليكو يا موليد بورج الدالو وحنبدأ دلوقتي ان شاء الله في القرية بتاعتكو موليد بورج الدالو لو كنت حد جديد لو سمحت ما تنساش تشترك وتفعل زر الجرس علشان يوصل لك كل جديد ولو كنت مشترك ما تنسوش تضغطوا لايب يلا بينا نبدأ بسم الله موليد بورج الدالو نشوف بقى القرية بتاعتكو نشوف احوالكو ناخد كمان من اسفل الدك ناخد كده بسم الله موليد بورج الدالو طيب خلينا هنا نبدأ بالمال والعمل وبعدين ندخل بالتفصيل على العاطفة بداية فيما يتعلق بالشغل والفلوس شايفة انه امورك مش وحشة الدنيا ماشية معاك لكن في بعض الحاجات عندك في الشغل مش واضحة وبتتوقع حاجات اكتر من اللي انت بتحصل عليها عندك طموح والكواكب معاك بقى الشهر ده بتدعم طموحك في الشهر ده وبتدعمك كمان شايفة البعض منكو بيحقق نتائج حلوة في شغله وبيوصل لمرتبة احسن في فرص حلوة انه تكسب ثقة شريكك في العمل او تأثر في شغلك بالاجاب بس هناك رود بتنصحك ما تديش وعود لحد وانت مش قادر تنفزها حاول توعد على قد الحاجة اللي انت هتنفزها يعني ما توعدش حد بحاجة غير لما تكون متأكد ان انت فعلا هتقدر توفي وتقدر تنفز الحاجة دي كمان انا عايز اقول لكم ان الشهر ده عندكم زحل في البرج بتاعكم وده بيدعمكم اكتر بالنسبة يجي لك مثلا فلوس يجي لك حافز جديدة يساعدك ان انت تنجز حاجة في شغلك فاموركم هتمشي ان شاء الله وحتسيبوا انطباع حلو عن نفسكم في الشغل وان انتم مستقررين ومستقررين في العمل بتاعكم في نفس الوقت شايفك بتركز على نفسك قوي والبعض منكم يعني مركز على نفسه في الشغل ومرجع بالناس اللي حواليه في العمل مركز قوي على نفسك مركز على اهدافك مركز على الحاجات اللي انت عايز توصل لها عايز اقول لكم كمان انه الشهر ده المريخ برضو في برج التور بداية من 22 22 ودمعناه انكم اه البعض منكم هيشتغل اه مش لازم بروح مكان الشغل ممكن تشتغل اونلاين مسلا انا تشغل من البيت. لو كان شغلك ينفع في كده. فانت هتبقى محتاج ان الاسرة هنا اهو تدعمك. محتاج ان الناس تدعمك او الاسرة تدعمك ان انت تكمل مهمة معينة او حاجة معينة في الشغل. وكمان ما ننساش ان الشهر ده المشترى عندك بتراجع في برج الحمل. وده بيت باقي الدراسة والابحاث والحسابات والمستندات. بمعنى اصح. اتقدر نجاح حلوى قوي قوي الفترة دي. وتقدر كمان لو انت حد بتدور على شغل تقدر تنزل تعمل انترفيو او تقابل ناس جديدة. وهتنجح في المقابلات دي. هتنجح في اي تفاوض او اي حاجة او اي عرض هتقدمه. هتكون اه ناجح فيه ان شاء الله. اه شايف البعض كمان عنده صفر اه كأنك مسافر اه في حاجة تبع الشغل بتاعك. او اه بتنتقل من مكان لمكان. علشان اه تخلص اه شغل معين. اه كمان اه شايف البعض منكو عنده مشاكل في اه العمل والامور مش مستقرة معاه. اه ولكن اه ان شاء الله المشاكل دي كلها شايفها اه بتنتهي والامور اه هتبدأ ترجع تاني وتمشي وتكون على اه ما يرام. اه شايفك اه ماليا حريس قوي قوي على الفلوس. عندك شايفك حريس قوي. اه مش بتصرف كتير الفترة دي. و اه عايز اقول لكم كمان ماليا اه ان انتو عندكو اه من اربعة ستة وعشرين اتنين عندكو عطارد في العزراء وده بيدعمك اكتر بيدعم عندك اه اي افكار عايز تعملها اي مشروع عايز اه تدخل فيه اي مناقشات او اي تسويات للديون هتتساوى ان شاء الله. اه عايز تبيع حاجة اه تأجر حاجة. اه الامور عندك هتبقى حلوة وهيجي لك اخبار حلوة عن بيع حاجة معينة مثلا اه كانت جالك من ميراس. انا شايف البعض اهو جايله فلوس من اه ميراس وشايف الامور بتمشي. اه كمان اه شايف البعض بيصرف كتير لانه عندك اه متطلبات كتير في الاسرة خاصة الناس المتزوجة شايف فيه عندكو اه صرف اه كتير الفترة اللي جاية. اه حاول انت من يوم اه تمانية اليوم واحد وعشرين تتجنب اي حاجة فيها مضاربات مالية او تتسرع وتدي فلوس اه اه في المكان او تدفع فلوس في المكان مش متأكد اه منه او تسلف حد او اه اه تضارب في بورسة مثلا فيحاول اه تاخد بالك. عندك كمان الامر الجديد اه هيكون من اه سبع وعشرين يعني اتنين. اه وده اه هيزود عندك مصادر الدخل. فا اه نصيحة الافلاك ليك او الكروت ليك اه اه حاول طول الشهر ان انت اه تزبط امورك المالية وتزبط كده تفصل كده حاجاتك يعني تشوف التفاصيل بتاعتك ايه وتجيب الضروري وتحاول تبعد عن اي حاجة فيها شبهة مالية اه يا برج الدلو. اه برج الدلو شايفة عندك اه مشاداء البعض منكم عنده مشاداء مع رئيسه في العمل. و اه كأنه اه بتتعامل مع ناس صعبة شوية. اه اي كلمة هتقولها هتتاخد معاجبة حساسية. يعني عندك حاول ان انت بتتعامل مع اشخاص حساسين او اشخاص صعبين. فحاول ان انت هتمشي الامور الشهر ده. علشان الامور ما تبقاش اه مع ادى او تبقى اه صعبة. اه شايفاك اه كأنك بتساعد حد ماليا اه او بتدي حد فلوس. بتسلف حد مبلغ معين مثلا حد محتاج. فشايفاك اه كأنك بتسلف حد. فحاول زي ما قلت ان انت ما تديش اه يعني فلوس لاي حد وخلاص. اه الناس بس اللي انت واصق فيهم وواصق انه اه هتسلفوا مثلا والفلوس بتاعتك اه هترجع. مش اي حد اه تديه اي حاجة. علشان تتجنب انه اه يعني ان انت تدي حد وبعد كده ما يرجعش اه الفلوس بتاعتك تاني. اه كمان اه اه الناس اصحاب المشاريع. اه شايفة انه المشاريع بتاعتكو اه اه حلوة. ومشي في اتجاه حلو. وهتبدأ اه تجيلكو اه منها اه مبالغ مالية. هتبدأ تاخد اه فلوس من اه المشاريع دي. و اه يعني اه هتجني سمارها يعني بمعنى اصح. وده حلو جدا. وعندك بدايات جديدة. لو كنت بتفكر تفتح مشروع اصلا. فا اه ده حلو ان انت تفتح مشروع وقت حلو. هتكسب منه اه كتير. و اه هيكون عندك فرص حلوة. والبعد منكو جاي له هدية من حد مسلا او جاي له فلوس زيادة عندك هنا. في فلوس جاي لك اه من من مشروع. اه كمان اه عندك استقرار مالي الفترة اللي جاية دي. عندك حاجة متعلقة بالبيت بمنزل. في حاجة عايز تعملها اه او عايز تشتريها. فا اه الامور معاك هتمشي زي ما انت عايز. يعني انا شايفة اه امورك المالية الفترة اللي جاية دي ان شو الله هتبقى اه يعني مستقرة بازن الله. ومش هتحس بعوز او بحواج مالي. ده للبعد منكو طبعا. كمان اه شايفات متمسك او بالمال زي ما قلت. اه مستقر اه في الجزء المالي. وفي نفس الوقت بتحاول ان انت اه ما تصرفش كتير. آآ للبعد آآ جايلك فلوس بس مش كتير. في مال جايلك بس مش هيكون كتير قوي يعني عند البعد منكو. آآ وزي ما قلت لكم في البعد منكو بيفكر ينتقل من بيت لبيت او يستسمر فلوس في شركة صغيرة مسألا او في مشروع صغير. علشان آآ بكرة وبعده يجيب له مشروع في مستقبل. آآ البعد منكو هيحصل على منصب او ترقية ان شاء الله آآ في شغل. آآ آآ الامور هتبقى احسن ان شاء الله آآ الفترة اللي جاية. فشايفاتك بتشتغل علشان عايز آآ تحقق الامان لنفسك آآ بالنسبة آآ للجزء المالي. عايز آآ يعني تحس انه آآ مش نقصك حاجة وامورك المالية آآ مستقرة الفترة الجاية. وده حلو جدا جدا. وآآ حاول فعلا ان انت تعمل ده علشان آآ تأمن مستقبلك الفترة اللي جاية. آآ كمان آآ شايفك انك انا زي ما قلت بتسد الدين. شايف هنا بتسد الدين. بتساعد حد. آآ بتسدد فواتير عليك. آآ بتستسمر فلوس آآ في حاجة المستقبلك بدخلها في مصروع. آآ شايف امورك كلها بتتحسن. حد من صحابك طالب مبلغ مالي فشايفك بتساعده. آآ بتحط فلوس في مؤسسة خيرية مثلا. آآ شايفك آآ الامور معك آآ حلوة. في دعم كمان من آآ الاصحاب او الاصدفاء. آآ في تقدير او بتتبادل بتتبادل هدايا انت وحد. آآ بتلاقي مساعدة من حد معك في الماضي. او انت كان معك فلوس وبتساعد بها حد. المهم ان انا شايفة آآ الامور المالية ان شاء الله عندك الفترة اللي جاية آآ مستقرة وشايفك انت بتساعد حد يا اما حد بيساعدك. فآآ الامور يعني ان شاء الله هتكون على آآ ما يرام. آآ كمان آآ عندك آآ فارس العملات. وده بيقول ان انت امورك المالية هتتحسن. امورك المالية هتتحسن. وآآ يعني لو انت بتستثمر في حاجة فالاستثمار هيجيب لك فلوس كتير. انت من النوع بتخطط قبل ما بتحط الفلوس في حاجة. بتحط استراتيجية وبتحط هدف وتفاصيل وبتبدأ تنظم آآ امورك. فهنا آآ آآ جيلك فلوس. وآآ فلوس زيادة او مكافأة او وانت محتاج بجد ان انت آآ كأنك بتدور فعلا على بيت او بتدور على حاجة آآ عشان آآ تأمن بيها مستقبلك او تأمن بيها آآ داخلك. آآ خلينا بقى اقول لكم آآ آآ الابراج علشان آآ آآ ندخل في الحالة عاطفية. الابراج اللي زهرة قدامي عندك برج الحمل برج القوس برج السطرطان برج التور برج الحمل برج الجادي آآ برج الحوت آآ 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 التور والعزراء والجد أبراج الترابية والفورفينتيكل برضو برج الجد وعندك كمان برج الأسد والعزراء طيب دي الأبراج اللي زهرة عندنا برج الدلو ممكن الشريك يكون أي برج من أبراج دي طبعا هو مشارط بس يعني ممكن الشريك يكون أي برج من الأبراج دي طيب خلينا هنا نتكلم عن الحياة العاطفية بقى بالتفصيل أنا شايفاك هنا الحياة العاطفية الفترة اللي جاي هتكون هادية الناس المرتبطة حياتهم هادية وفيه انسجام مع توقع مروحك أو شخص انت مرتبط به هيبدأ ترجع تاني السقة المتبادلة بينك وبين الشريك بتاعك والبعض منكم اللي هما العزاب والمنفصلين شايفا انه فيه علاقات جديدة بتبدأ وفيه فرص كبيرة عشان العلاقة تتطور وفيه علاقات منكم يعني هتقعد فترة طويلة وهتستخر وفي المستقبل قريب ان شاء الله كمان شايفا انه فيه ناس بتاخد قرار بالزواج وبتبدأ ان هي ترتبط الشهر ده شهر حلو قوي قوي ان انتو تقوي فيه العلاقات وشايفا انه على قدمة الشهر مهم قوي لتقوية العلاقات العاطفية الا ان هو برضو شهر مش مناسب خالص لأي علاقات عبرة العلاقات التفع العبرة دي هتنتهي فالناس اللي بيدوروا بس على حاجة كده رومانسية عبرة خليكوا حذرين وما تخطروش لانه ده ارهاق عليك ارهاق عاطفي وارهاق مالي الناس اللي بتخرج وبتصرف وهي عارفة نعمش ترتبط فبلاش منه احسن كمان برج الدل وعندوكو يوم 12-2 الامر مكتمل في برجوكو في برج الدل وده بيكترن مع زوحل وبيخلي عندك مسئولية كبيرة مسئولية زيادة حاسس بالضغط حاسس بحملة عليك لانه انا شايفة الناس المتزوجة عندها مطالب كتير في البيت عندها او في الاسرة عندها مسئوليات كتير فمتحمل كل ده لوحدك فمعلش الصبر وكل حاجة هتبقى حلوة كمان خليك صادق اكتر مع الناس اللي انت بتحبهم ما تضيعش كل حاجة بكسبة مثلا او كده او تضيع كل حاجة انت كنت بتبنيها في اول الشهر وتيجي بعد كده تهدمها او تهدها حاول ان انت تكون متفهم والامور معاك هتكون ان شاء الله على ما يرام و هتتحسن خلينا نشوف كروت الطاقة بتاعتك انت والشريك وبعدين نرجع نكمل القرية العاطفية يعني نفصل الكروت اكتر نوضحها اكتر بسم الله خليني اسحب اول حاجة كارت لطاقتك انت يا برج الدال بسم الله طاقة برج الدال طاقة برج الدال طاقة بسم الله نشوف طاقتك انت اول حاجة ايه خلينا ناخد طاقة شريك برج الدال هي وقعت من انا لسه بعمل طيب انا هخليها هخلي طاقة شريكك كده بما انه كارت وقع فرسالة طيب طاقتك انت انت هنا برج الدال والطاقة بتاعتك فيها او الكارت ده بص كده انظار ان في عصفة انظار بعاطفة عصفة عصفة في حياتك العاطفية بمعنى سواء حواليك او جواك فانت حاسس بصعوبة في العاطفة في غيوم كده الدنيا مش واضحة معاك عندك مشاكل عندك عدم وضوح فانت خليك حذر بس ما تخافش شوف ايه اللي بيحصل حواليك وبص للامور بوضوح اكتر وبهدوء عشان تعرف تتصرف خلي قدامك اكتر من اختيار احترم نفسك ونواياك واحترم مشاعرك دفع عن نفسك وحاول تعدي اي حاجة بتواجهك لان كل حاجة بتمر يا برجة دالو حتى اسوأ العواصف بتمر افتكر دايما ان عندك القوة وعندك الحكمة ان انت تتعامل مع اي حاجة تمر في طريقك ما تخليش حاجة تأثر عليك وتوقفك طيب دي تاكتك تاكتك ان انت عندك انزار بعاصفة عاطفين طيب شريكك بقى التردد شوف تاكت شريكك البطاقة دي بتقول ان فيه اختارين او اكتر في حياة الشريك الان واقف على طريقه فيه طريقين الشريكك قدام طريقين الان ومش عارف ايه الاختيار الافضل لسه كده متدربك والامور مش واضحة قدامه مشاعره متكلبة متردد والشريك بقى له فترة متردد مش يوم ولا اتنين ده ممكن شهر واتنين واكتر دي تاكت ذهاب ورجوع ضيع حياته في التردد ما عندوش ارادة واقف منتظر مش عارف يختار ايه فالمفروض ان ده كمان وقت حلو انه يتخلى عن اي تردد واي شك جواه واي حاجة كانت معلقاة كده ويبص الاختيارات الجديدة ويوجه روحه لحاجة احسن ويبدأ يتجه ليك وينسجم معاك ويبدأ يكون في هدف بينك وبينه وياخد كرار سواء يكمل معاك او لا نشايف عندك هنا شريك متردد يبقى تاكتك بتنزر بقى واصف وتاكتو فيها تردد انتو الاتنين يعني ما شاء الله طيب تعالوا هنا كده يا برج الدالو نخلط الاتطاة هنا وخلينا نشوف نكمل الكروت ونشوف هتقول لنا ايه طيب انا شايفة هنا انه برج الدالو زي ما قلت لكم ان شاء الله هتمر عليكم فترة هتحقق فيها الالتزام والتوازن بينك وبين شريكك برج الدالو انت بتحب شخص الشخص ده جميل جدا جدا خلينا بقى في المنفصلين والعزاب فيه شخص في حياتكو الشخص ده والسيم وزوه منصب لو انت راجل فهي انصة جميلة ومهتمة دايما بنفسها وعندها منصب كبير ولو انت انصة فانت بتحبي حد رجل في طاقة الامبراطور والشخص ده طاقة زكورية قوي كلمته واحدة برضو في منصب كبير مش حد هين ومش حد قليل ممكن يكون الشخص ده بينك وبينه طريق او سكة سفر او انت من ثقافة او بلد وهو من ثقافة او بلد تانية حلوة قوي يعني فيه اختلاف في الثقافات او جايز ان يكون فيه اختلاف في الثقافات بينك وبينه شايفة انه الفترة الجاية هيكون فيه خطة مشتركة بينك وبينه فيه خطة مشتركة بينك وبينه فيه اخبار عن الحبيب ده هتسمعها فيه اخبار هتسمعها عن الحبيب يا موليد بورج الدلو فيه خبر حلو هيجي عنه اخبار عن الحب وعن الحبيب تسمع عنه حاجة هتكون خير يعني ان شاء الله كمان اه شايفة انه عندك هنا ملكة السيوف كأنه كده فيه اه حاجة او اه موضوع شغل دماغك فيه حاجة شغلة دماغ موليد بورج الدلو من ناحية الشريك ده اه بتفكر كتير وهل الشخص ده بيحبني ولا بس بيحبني الشخصية اللي في حياة رجل الدلو زي ما لو في حياة انسة الدلو فالشخصية دي قوية شخصية قوية ولها شخصية وابت اه يعني الشخص ده اللي انت بتحبه عنده اه كوة تحمل فانت بتفكر هل بيحبني او بس بيحبني ولو انت انسة بتفكر يا هل بيحبني ولا بس بيحبني ولكن اه هيكون فيه لخاء قريب ان شاء الله بينك وبين الشخص ده وزي ما قلت فيه هنا الدت بعض منكو حصلت مشكلة من لا شيء وسبتوا بعض والعلاقة ماتت ومتوقفة بقالها فترة كبيرة بين بورج الدلو وشريكو وكل واحد في مكان وما فيش اه يعني معاملة بينكو انتو اللي اتنين ولكن اه العلاقة دي شوفوا بقالها فترة ووقفة لدرجة ان كل واحد قال خلاص ان العلاقة انتهت لأ عندك هنا لتوق فونس لعلاقة دي راجعة تاني هترجع تاني لعلاقة تزدهر واتبدأ من جديد والعزاب عندهم حد جديد هيدخل حياتهم شريك جديد او شخص جديد وشايفة فيه حفلة زفاف ان شاء الله فيه حفلة زفاف وفيه تواصل بس يعني مكالمة تليفون اه انترنت فيه تواصل فيه تواصل بينك وبين الشخص ده كانكم كمان هتخططوا لصفر الانتقال من مكان لمكان ولكن اه العلاقة راجعة وهيكون فيها توازن وهيكون فيها استمرار لفترة كبيرة ولكن الصبر والهدوء الصبر والهدوء ان شاء الله الامور هتتحسن باذن الله كمان برج الدلو كأنك مسافر في مكان او انت في مكان وشريكك في مكان بس فيه شراكة جديدة فيه شراكة رومانسية او حب جديد ان شاء الله فيه انجزاب هيحصل تاني في العلاقة دي وفيه رجوع للمنفصلين بشكل عام اه فيه رجوع في العلاقة دي العلاقة دي ما انتهتش كده ومرت وخلاص لأ العلاقة دي راجعة ورجعة احسن من الاول شوفوا احسن من الاول الامور هتبقى يعني هتبدأوا كأن ما فيش حاجة حصلت هترجعوا كأن الامور حلوة وما كانش فيها اي مشكلة وزي ما قلتلكو الشخصية بتاعت برج الدلو سواء راجل او انثة فهي شخصية اوية وشخصية ايجابية كمان الكوينوف كب شخصية اوية وانثة انثة بمعنى الكلمة ولو برج الدلو متزوج ومنتظرين اطفال فان شاء الله في اطفال عشان برضو الكوينوف كب ده بيدل على الامومة فان شاء الله يكون في اطفال بس فيه استقرار للعلاقات اللي هي منفصلة ان شاء الله الناس اللي سابوا بعض انا قلت سبتوا بعض ساب مشكلة مشكلة من لاشيء وكل واحد رح لحلو بس الامور ان شاء الله هترجع هتعتدل تاني وهترجعوا تاني احسن من الاول لك هترجع في محور او في منظور احسن من الاول طب خليني اخد لكم كروت الرومانس بسم الله نعمل شافل اول ونشوف كروت الرومانس هتقول لنا ايه عن حياتك العطفال يا برج الدلو انا شايفة فيه رجوع في كل سواء منفصلين سواء اعزاب فيه رجوع البعض من المتزوجين من برج الدلو عندكم مشاكل في حياتكم الزوجية مشاكل من بدري بس شايفة فيه تصالحات عند البعض بسم الله خلينا كده نسحب بسم الله ادي اول كارت ادي تاني كارت برج الدلو حاول تعبر عن مشاعرك حاول تخرج من الحاجة اللي انت فيها مضايقاك اخرج من اللي انت اللي انت فيه او من الحاجة اللي مخلياك قاعد متضايق شايفين كده الفلتر ده ابدأ رومانسية الرومانسية بتيجي منين لما يكون فيه مغازلة بينك من الطرف الثاني ابتسم حاول تتواصل مع الناس اللي حواليك كمان خليك مرح ما تبقاش يعني آفل على نفسك قوي كده خلي فيه شغف في العلاقة بينك وبين شريكك لو انت يا برج الدلو حد عائزب في الفترة الجاية يكون فيه صداكات هينجزبوا ليك وفيه صدقات هتقلب لحب ان شاء الله وحتحس بدا انت الفترة اللي جاية الكارت التاني بيقولك انت تستحق الحب وانت اصلا محبوب يعني انت بتدور على حب كبير فالكارت ده بيقولك انت فعلا تستحق الحب وانت اصلا بطبيعة الحال يا برج الدال وحد محبوب وناس كلها بتحبك زي انت ما بتحب الناس كمان من حقك ان انت تلاقي حد يعملك بلطف واحترام ومحبة الكارت ده كمان بيقولك لو كنت شايفين السهم اللي بيطلق ده يعني لو حد تجارب في حياتك مدايقاك او اتعقدت منها او اي ان كان فما تخليش العلاقة دي تأثر عليك وعلى حياتك ما تخليهش تأثر عليك وعلى حياتك الكارت الاخير بيقولك ايه بقى بيقولك فيه تصالح شوفوا كارت ده مهمة اوي بقى ركزوا بقى ناس المنفصلة شخص راجع من الماضي لحياتك حبيب سابق اول شخص جي في دماغك دلوقتي وانا بقولك حبيب سابق اول شخص جي في دماغك دلوقتي اللي انت فكرت فيه على ارجح هو ده فيه مصالحة فيه انتهاء من فترة اه كانت كلها زعل وخصام وفراء اه هتنتهمي المشاكل كانت في الماضي وهتبدأ تفهم نفسك اه اكتر والامور هتبدأ توضح وهترجعوا تاني خلاص هتحرروا اي علاقة كانت اه مدقيقاكو في حياتكو وشايفاكو اه خلاص اه لو انت بقى لك فترة مش مسامح ومتدايق من الشريك ده خلاص هيرجع و اه كأنه لم يكن المشاكل هيحل السلام عليكم وصلح وسلام ولم شمل وجروحك هتشفى فحب الحياة وخليك جزء من العالم بتاعك الكرت ده ماشاء الله يبصه جميل جدا الكرت ده اول مرة يطلع البرج في القريات دي كلها اول مرة يطلع الكارت ماشاء الله جميل جدا فيه تصالح خلاص متخانقين هتتصالحوا جروحكو هتشفى سواء انت او الشريك الامور هتبقى على ما يرام بجد كارت ده احلى كارت تلع في قريتك لحد دلوقتي طب خليني اخدلكم كروت اسئلة الملايكة ونعمل شفى الحلوة للورق ونسأل الملايكة بسم الله عن معادل الرجوع وعن النصايح اللي ممكن ناخدها لك وللشريك والصخص اللي هيدخل حياتك ده بسم الله طيب خلينا نقسم الكروت كده خلينا ناخد كارت اتنين ناخد كارت نسأل عن المعاد ناخد كارت تالت نعم او لا نقدر بقى الكروت let go شوف يا بورجة دلوق اول كارت بيقولك let go يعني ايه يعني ده جه الوقت المنسب بقى ان انت تبطل تركز على المشاكل والمشاكل دي خلاص هتبدأ تتحل او حتى الحاجة اللي هي السبب في المشكلة هتبدأ تتحل لازم تحرر العلاقات اللي مش صحية اللي في حياتك اللي عالقات العابرة او اذا كان في حد كتير في حياتك حرر كل ده او العلاقات اللي مش محققالك هدف وخلي بقى اسمح لنفسك بالحاجات الاحسن وما تقلقش وحاول ان انت اه تتمسك بطريقك وباحلامك وتمنى امنية وكمان هنا الكارت يعني بقولك ان الملايكة هتساعدك ان انت تتحقق الامنية دي او يعني ان ربنا هيساعدك ان انت تتحقق كل الامنيات اللي انت نفسك فيها فسيب السلبيات وركز على الايجابيات والمشاكل هتتحل من جزرها يعني حتى الحاجة اللي بتسببلك مشكلة هتتحل طيب الكارت التاني نو لما انا بسأل علن معايد هيرجع امتى او مش هيرجع او ايه يعني يس او نو فالكارت دا طلق لك مكتوب في نو نو هنا الكارت دا بالزيت معناه ايه مش نو يعني لأ لأ الكارت دا معناه بيرد على استفسارك بيقولك انه ايه لأ دي مش ثابتة ومع ذلك بطل قلق ومع مرور الوقت هتعرف ازا كانت الاجابة دي هي اللي صح اجابة مثالية ولا لا يعني معناه كده ان الشخص دا راجع ومع مرور الوقت ان شاء الله ربنا هيثبتلك ان انت كنت فعلاً صحي في العلاقة دي ولا لا فسيب يعني معناه بيقولك سيب الامور للوقت سيب الوقت هو اللي هيحكم طيب اه لو بتسأل هو حلو ولا لا يعني حلو هرتاح معاً مش هرتاح فبيقولك سيب الامور للوقت طيب راجع امتى هيدخل حياتك امتى اه في الشهور القليلة اللي جاية هيحصل الحاجة اللي انت سألت عنها كارت دا بيقولك ان فيه توقيت الهي ربنا اختاره ليك و خليك مؤمن بربنا والكارت دا كمان بيقولك انه كأنه حياتك لغز وبتجمع في الوقت دا بتجمع فيه اجزاء اللغز ولما اللغز يتحل هتلاقي المواقف اللي انت عايزه بيحصل بشكل جميل الله حلو كارت حلو بيفصرلك الفترة اللي جاي يعني انت حالياً كأنك بتلم ايه كروت البازل كده ربنا بيرتبلك الامور طب خليني اخدلك كارت من كروت المونولوجي ونشوف نصيحة كروت الامر بسم الله نشوف نصيحة كروت الامر حتقول لنا ايه بسم الله نصيحة كروت الامر لبرج الدل برج الدل نسحب كارت بسم الله الامر الجديد في التور طيب تعالوا نشوف الكارت ده هيقول لنا ايه الكارت ده بيقول لك انه الازدهار بينتظرك بمعنى هنا الامر الجديد في برج التور وده لو انت يعني هو دايما الكارت ده بيطلع لما بنيجي نسأل عن اي حاجة ما فيها فلوس مالية ومع ذلك احنا هنا بنسأل عن شريك فكرت ده نصيحته لك ايه بيقول لك اعرف قيمة نفسك اؤمن بنفسك واعرف قيمة نفسك وده هيعود عليك كأنه كده يعني فيه قانون قانون الجاذبية فاهمني اجذب لنفسك الحاجة الكويسة قدر نفسك الناس اللي حوليك هيقدروك قدر نفسك الناس اللي حوليك هيقدروك ده وقت حلو ان انت تبدأ تقيم في علاقاتك تبدأ علاقات جديدة تبدأ تتمسك بحلمك اكتر وكاد ده بيقول لك ما تستسلمش ما تستسلمش لأي حاجة انت كنت عايزة وكان نفسك فيها كمان الوقت ده حلو قوي على ان انت تبدأ تريح دماغك بقى وترتاح وتبدأ تفكر يعني صح في حد حواليك بيتمنى يكون عنده يعني ربع اللي عندك فانت انتبه لنفسك والشخصيتك ولفلوسك واهتم بنفسك وبأمورك العاطفية وكل حاجة ان شاء الله عندك هتبقى عالم ماي ورامي وبرج الدلو متسبش نفسك للاوهام وللاحلام لأ خليك وكاية وما تستسلمش الكارت ده بيقولك اتمسك بحلمك بشدة سيب الامور لربنا وربنا هيعدلك الامور انت هو فيه مصالحة فيه رجوع بعد فترة كبيرة من يعني البعد والفراء فيه علاقات انتهت ماتت خالص بس هي انتهت عشان ترجع تبدأ وتحية تاني من جديد عشان تبدأ وترجع وتاني مع بعض العلاقة دي ما ماتتش او ما انتهتش كده واللي حصل ده ما كانش حصل هباء ده ترتيب الهي ترتيب الهي الكارت ده بيقولك انه في شهوره ايه راجع ترتيب من الكون رب الرب الكون مزبط كل حاجة كل حاجة لها معاد ولها مكياس معين فانت الفترة الجاية هتسمع اخبار عن الحبيب وشايف فيه مصالحة بينك وبينه انت بقى لك فترة بتقول حتى لو رجع انا مش هسامحه مش هسامحه وبعيد وما بتتكلموش ومنفصلين بس عايز اقول لكم ان فيه تواصل روحي بينكنتو الاتنين فيه تواصل روحي حتى لو انت مش بتتكلموا مع بعض انت نفسك الفترة اللي جاة دي او الصهر ده خلاص ربنا هينزل في قلبك المحبة والتسامح وانت هتسامح الشريك اللي هيرجع يدخل حياتك تاني فيه مصامحة وفيه تصالح بينكنتو الاتنين فامورك ان شاء الله العاطفية بتبدأ تتعدل والامور هترجع احسن مما انت كنت متخيل يا برج الدلو وان شاء الله خير وتفاقل خير يا برج الدلو برج الدلو دي كانت قرأتك لشهر فبراير اتمنى يا رب القرأة تكون عجبتكم وما تنسوش تشتركوا في القناة تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد ووصفكم في فيديو جديد يا برج الدلو اشتركوا في القناة